تحية مني لألكم عن برنامج إبراهيم عمر لتصليح الشعر اليوم هالحلقة رح تكون جداً مميزة لأنه اليوم رح أشرح لكم فيها عن الأسباب اللي عبر تأديكن لأنكم تخسروا شعركن مثل ما معروف عني بالنسبة للي ما بتعرفوني أنا إبراهيم عمر المختص بعلم تصليح الشعر طررت أني أعمل منتجات عشان أقدر خلصكن من المشاكل اللي عندكم إياها بشعركن وقدر أحميكم ما ترجعوا وتأذوا شعركن لأن اليوم بسياء الحلقة رح أشرح لكم عن الزيوت وأضرارها اللي عبر تسببها الأضرار الكبيرة بالشعر ورح أخبركم أيضاً عن الملطفات والمناعمات اللي أنتو عبر تستعملوها وعبر تتوقعوا أنه هي تنعم لكم شعركن وتخلصكم بالمشكلة ولكن عم تكون نتيجة أسوأ مما كان الشعر عليه بالأول بالبداية بهمني أطرح مسئلتان كتير مهمين اللي هن تساقط الشعر وهو تلف الشعر لأنه أنا بالنسبة لأقالي بعتبر أنه المشاكل الأساسية للشعر هن المشكلتان الكبار اللي هو التساقط وتلف الشعر وله بالعادة لما عم بتروح أي سيدة تعمل تمليس لشعر أو عم تعملي تفتيح ألوان عم بيتسبب شعرك بتلف كتير كبير وتأصف وبأضرار وبنفس الوقت هالمشكلة عم بتسبب تصاعد كتير قوي عم تجو تلجأوا أكتر الأحيان للمواد اليوم في عنا مدرستان بالعالم نحن لمصد الحضرات الشعر عمنا أو الزيوت أو المواد الكيميائوية أغلبكم عم تلجأوا للزيوت اليوم رح خبركم الزيوت وأضرارها والعلم اللي قدرت أوصل منه لخلال عن الزيوت فاليوم كإبراهيم عمر الحمد اللي قدرت أعمل المدرسة الثالثة اللي هي منتجات خالية من الزيوت وخالية من المواد الكيميائية بالبداية اليوم كثير منكم بيتواصلوا معي وبيقولولي أنه بدنا زيوت طبيعية على لجلنا شعرنا اللي بحب أنكم تعرفوه لأنه زيوت طبيعية أنا قليل ما حكيت عنه بحلقات أكتر حكيت عن الزيوت الإصطناعية الزيوت الطبيعية هي ضرارة على الشعر أكبر من الزيوت الإصطناعية بالنسبة للي ما شافوا حلقات سابقة لإليه الزيوت اللي أنتو عم تحصل عليها من أي مكان كان لا يمكن أنه يكون زي الطبيعي اللي عم تحصل عليها ولا بأي شكل من الأشكال رح أحبها أعملكم حلقات تانية أشرح لكم بتفاصيل مملة عن هالموضوع ولكن اللي بيعتاد أنه من خلال كلامي أنه إذا قدر يشوف زيوت طبيعي رح يستفيد أكتر فبيكون مخطئ لأنه رح ينضر أكتر من الزيوت الطبيعي لسبب أنه الزيوت الطبيعي بيكون قوة الفعالية تبعه هي كتير أقوى من قوة الزيوت الإصطناعي لها السبب في قدرة للشعر بتقدر تتحمل الكائنات اللي نحن بنحط عليها والدليل هلا رح أعطيكم النظرية الثانية اللي هي بتحكي عن المواد المناعمة والمواد الملينة والمطرية للشعر فانتو لو عم تحطوا زيوت طبيعي عم بيقزيها للشعر أكتر ما يقدر يفيدها لأنه الشعر كتير أضعف من قوة الزيوت الطبيعي الحال طيب اليوم رح أخبركم أيضا عن الحلول للي عندكن هالمشاكل اللي ما عم تقدروا تخلصوا منا بالأمس بيحكيني أحد حدا بيقلي أنه أنا ما خلت منتج ما استعملته على شعري ما خلت شي ما عملته أو شعري صحتو عم تتدهور أكتر وأكتر وهذا اللي بيصير معكم كلها هي تكونوا أنا متأكد مئة بالمئة لأنه أنا بتابع الكل وبعرف بالتفصيل شو ممكن يصير مع أي حدا بشعره فلا السبب بتمنى منكم تنسوا موضوع الزيوت إن كانت إصطناعية أو طبيعية نائية ما تحطوها على شعركن بالنسبة لللي عندكن تساقط وبتكون تتخلصوا منه بالنسبة للعلم اللي وصلت له هو أكبر تأثير عم بيخلي لكم الشعر يتساقط باستمرار هو الشامبو الشامبو اللي بالأسواق هو غني بالزيوت وغني بالملطفات الملطفات هي بتوسع لكم فروة الراس وبتخلي الشعر توقع بسهولة من الشعر ما بيكون عدتكم تساقط يكون الشعر عبيوقة والزيوت بتكون عم تعملكم أكزة بقلب الفروة وهبتخلي لكم يتجمع الميكروبيات وعم تصير في التهابات بالفروة عم تزيد عندكم الدهون إذا تلاحظوا تشوفوا تساقط أعلى بالنسبة لللي شعركن دهني اعتمدوا على شامبو الهيرلين هيدا شامبو الهيرلين اذا تشوفوه وبالنسبة لللي شعركن جاف استعملوا شامبو البروتين شامبو الهيرلين وشامبو البروتين هن خليين من الزيوت وخليين من الملطفات وخليين من المواد الكيميائية الحلو ايضا لو شعرك او شعرك يعني هن بيصلحوا لرجال وللنساء وللاطفال إذا شعرك دهني استعملوا شامبو الهيرلين وإذا شعرك جاف استعملوا شامبو البروتين شامبو البروتين ايضا بيوقف تساط الشعر لانه ما داخله بقلبه زيوت ولا داخله بقلبه ملطفات فيه خلاصات عشبية بتعطي ليون كثير عالية للشعر ايضا ميزة الكبيرة بالشامبو البروتين انه بيعطي فرد نسبة تمليس للشعر ومن اول استعمالين الثالث مكسموم ما هنا يكون شعرك مكصف راح تلاحظي التقصيف كله بطل ظاهر وكمان ايضا تعقيب على موضوع التقصيف هو التقصيف هو الشعرة يعني ما حدا يعتقد انه انا عندي تقصف بدي تشيل التقصف انتي لتشيل التقصف يعني بديك تشيل الشعرة بعرف انه اضطر اشرح كثير هالمعلومات لانه بعرف انه المعلومات جدا غلط عن موضوع الشعر والحمدلله انا قدرت اعمل بحث عمره عشرين سنة ابحث عن هالموضوع والنتاج اللي حققته مؤكدة مية بالمية فهذا على سبيل الشعر الطبيعي ان كان عندنا شعر دهني نستعمل شامبو الهيرلاين ان كان عندنا شعر جاف نستعمل شامبو البروتين هلا اللي عنده تساقط شديد او تساقط اقل من شديد اعتمده على الهيرلاين الهيرلاين صورة بعالم تساقط الشعر وعادة نمو الشعر وعادة طويل الشعر الهيرلاين اذا كان عندنا تساقط خفيف واستعملنا اول عبوة ووقف عندنا التساقط اذا ما نكمل على شامبو الهيرلاين رح يرجع التساقط لان هو السبب اللي عندكم خبرتكم هو سوق استخدام الشامبو المناسب لشعرنا فلما تستعملوا شامبو الهيرلاين اذا شعركم دهني ما رح يصير في عندكم تساقط رح يحميكم واذا كان شعركم حشن استعملوا شامبو الهيرلاين على مدى الحياة هذه القاعدة الاساسية البسيطة اللي بتجنبكم انكم تنزعوا شعركم انا لا اضطرت اعمل هالمستحضرات لانه انا هلا بقدر وقفلك التساقط او وقفلك التساقط بقدر عدلك شعرك لصحته اكتر من ما كانت الصحة الطبيعية لقله ولكن لما ترجع تستخدم منتجات غنية بالزيوت وبالملطفات وعلى فكرة ما في مصنع بيقدر يعمل كوزماتيكس او مستحضر من دون زيوت ومن دون ملطفات لانه رح يخشب لكم شعركم وما رح ينجح معه وما رح يكون عنده الاستحسان الكافي للكم فهذا القاعدة اللي هي بتحمي لكم شعركم بالنسبة للهيرلاين اذا عندك فراغات بالاخص للشباب فراغات كبيرة رح حاول اعرض لكم صور الحالات اللي بتطابق معكم استعملوا الهيرلاين تستعملوا لفترة 6 شهر لم يكون عندكم فراغات وسطية رح يقدر يرجع يسكر لكم الفراغات وقادر يرجع يعيد اطلاق نمو الشعر رح تلاحظوا نمو الشعر لا يتعدى العشرين يوم رح تلاحظوا لشعر جديد يطلع عندكم ان استعملتوا الشامبو والهيرلاين مع بعضهم رح تلاحظوا ما بتتجاوز العشرة ايام رح يوقف التصاط عندكم بالنسبة اذا في بعض الاستفسارات رح يكون في حلقات تابعوها على نفس القناة رح اشرح لكم فيها المزيد عن المعلومات تستفيدوا منها بالنسبة للي عندكم تلف رح يلفت لكم انتباهكم لمسألة كثير مهمة اليوم لما عم تروح يتعمل تمليس اليوم الكيراتين والبروتين والتسميات اللي هي كلها مواد تحنيط عم تسكر لكم مسامات الشعراء وعم تمنع الشعراء ان تتنشأ الأكسجين يصبح عندكم تلف كثير كبير يصبح عندكم تصاعد كثير قوي ما عم تقدروا تتخلصوا منه عم تلجأوا للزيوت عم تلجأوا للمناعمات عم تلجأوا للمطريات عم تلاحظوا اول فترة شعركم عم يصفي لا بأس به ولكن بعد فترة عم تلاحظوا تلف شديد بالشعر وعم تشوفوا صحة الشعر عم ترجع كثير لورا السبب اللي بحب الفت لكم انتباهكم عليه وعلى الأكيد هالمعلومات كل ما عطيناها للشعراء مواد منعمة كل ما بتتمرد علينا أكثر يعني مجرد ما حطينا هالمنتج رأبوا ومنتج بيعطينا عم شديدة ستلاحظوا وقت الشعراء تكون رضبة ستكون طرية بإيديكم ولكن من بعد ما عم ينشف شعركم عم تستغربوا أو عم تندهشوا ليش الشعر عم بيرجع يصير خشن وقاس كثير السبب هاي المعلومة حقيقة ما احدا بيعرفها غيري وانا مارست كثير كثير بالشعر بشكل مباشر من انا وطفل انا بشتغل على الشعر انا عارف شو عم بحكي معكم والدليل اي حدا بيتعامل معي لا يمكن انه ما تصح مشكلته وراحط لكم رقمي على الشاشة للحالات اتمنى للحالات الصعبة تتواصلوا معي واتمنى منكم ما ضيعوا وقته بكتير اسئلة مقلة علاقة بالموضوع فعندكم منتج ثوري ولايا مسير له انا متأكد ما فيه مسير اللي هو البروتين جولد هذا بتستعملوا البروتين جولد لما يكون عندكم صبغات بشكل متكرر عندكم تلف كتير كبير بالشعر بتعملوا البروتين جولد اربع علب لفترة شهران او لشهر يعني اذا قدرتوا تعملوا منه مرتين بالاسبوع بيكون جدا ممتاز اذا قدرتوا مرة بتستعملوا تقريبا لثمان مرة بشكل متكرر رح تلاحظوا من ثاني استعمال ان شعركم بلش يرجع لوقت ما كنتوا انتم صغار اللي مشتاق لشعره هو طفل يستعمل البروتين جولد مكتوب على الطريقة سوف احاول اضع لكم فيديوهات تشوفوا كيف الطريقة وتواصلوا على الارقام اللي على الشاشة كل الاشخاص اللي رح يردوا عليكم مدربين تدريب كثير قوي تحتالي يفيدوكم ويعطوكم اي نصايح وبيبع عنا بكل فخر بصرني ان ابلغكم عن البروتين الماسك البروتين الماسك الاعجوبة بعالم تنعيم الشعر الحلو بالبروتين الماسك انه ما داخله زيوت نهائيا في داخله عشاب تعطي ليونة بشكل طبيعي بدون تعمل على الشعر التأذية رح تلاحظوا مع البروتين الماسك سيتصرح شعركم بسهولة والاهم لما ينشف فرح يبطل رطب يعني تزف المياه اللي فيه رح تلاحظوا الشعر طري وفيه لمعة كثير قوية ولمعة كثير حلوة انا بدوري باهديكم هالمستحضارات اهتموا فيها وستعملوها بشكل متكرر بالنسبة بعرف كثير بيسألوني هذا السؤال طبعا كثير مفيد اكتر تستعملون كلهم مع بعضهم اليوم بملخص اذا كان عندك تلف وتأساقط وتأصف و جميع المشاكل اللي انت بتاع تقديها و انا اللي بحب تطنك عنه انه مشكلتك صغيرة مع مستحضرات بطاقات ابراهيم عمر لتصليح الشعر استعملي الهيرلاين للتساقط والبروتين يزيل التلف شامبو البروتين لينظف لك شعرك منذ ما يسبب اضرار والبروتين ماسكو لين عملك شعرك و ان شاء الله كنا قدرت تفيدكم بهذه الحلقة وتابعوني بحلقات قادمة سوف اعملكم حلقات توعية كثير كبيرة عن الشعر و ان شاء الله بحكيكم حلقات بمعلومات جديدة وايضا بحب اني نبهكم لأمر كثير مهم المنتجات الجديدة بهذا الشكل احفظوا هذا الموديل من الديزاين ما تتعاملوا مع حدا غير الأرقام اللي على الشاشة و لا تقبلوا اي عبود تستلموها غير هذا الشكل و ان شاء الله سوف يتواصلوا معي و سوف يكون شعرك جميل شكرا لكم